إيه اللي حصل؟ ولادك بي ترتوك من البيت ليه؟ إيه اللي حصل آآآ على ما جلت لعلاج السكر والضغط بالمشحفة وجات جت لقات لمراتبني حطالي السرق في عم المفتاح طاب افتح إزاي، طب خش إزاي دي أنا عندها الضغط والسكر بي أنا أخذها عايزة ريح في الحمام وابني يجيهم سكي أن ضربني هي هو ومراتوا بيخنقوني وبلو بيتضربش إلا بالإزازة البرنور راحه جاي مغاية كانون البواب طب خش ازاي وعيش ازاي وراح الروح انت منين فالروفاية انا من سرسل ليا يعني انت مروحة كنت بتكشفي لقيت السلك في عين المفتاح فمعرفتش تفتح لأ تعنتنا حط المفتاح لما انقصر بر وجد بقى راح ومسكتني ضربتني بالشبشب وهو راح جاي ضربني وهو وحماه وحماته وودي اسمه عمده بوحجازي ورحمي مشيني ملني ضربت بالشبشب مراته مراتك ازاي بالشبشب نعم مسكت الشبشب ومسكت ايضايا وبقد تدبه على دماغي واناك من عند السكر والضغط يعني اعصابي سايبة خالص ما بقدرش ادفع عليك وبنت سمحني ماصوصة ضربت بالشبشب اه اه وانا عندي السكر والضغط يوم اخذها وعندي ستة بسبعين سنة بنتك الصح يا رب انا وانتي هاد ماشي وسب مراته تبهدله اه بابها وامها وعمده بوحجازي اه يعني يعني مين عمده بوحجازي جوز بنتي وجوز بنتك معام اه هو ده كله ليه يا مام ده كله عشان مني كتبتله التلت بتاعي بابها وشلال بعد وفاتي ورجع تاني يعني رجعنا موجودة ازاي يعني يطردني من البد بتاعي كدي والمحامي العام المحامي متاع منوف القاضي بتاع منوف فك العقد وصلوا للقاضي بتاع شبين بتاع شبين عمله جلسة كنا ستة احداشر ورح وقريكي في المحاكم باو انتوا رحت المقاضين بتروح انتوا مين اه اه انا الواحد والله والله انا الواحد الناس بتبقى عادة في بيوتها وانا عادة في الشارع وباتي خمس طدوار يعني باتي خمس طدوار ما بني من فلوس ابني اللي ميت وانا حتى خمسين الف جنيه علشان كنت بخدم عند الناس ويقلت مرمت في الاسوق والكلام ده كلته قاد وقال ل الحكومة هللل اعادة في شقة من للجدرات قال ل الحكومة شقة فين يا ماما الشقة في الناحة الشرقية مأجرة اه والله ادفع إجارها كم خمسميات مفياش حاجة خوارس همتليكي معاش اه ليه معاش يقول لي خلي الحكومة تنفعك ونروح للولية اللي هي صاحبة الشقة اللي طبطبت علي ودتني مأخذ بطانية وقالت لي رؤوتي قعد في الشقة قاعد على بطانية اه ما فهاش كراسي ولا سريع لا 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 مناعة اه ويقول لها ان ما دفعتش الفلوس هتقف برشميها على الشقة ورمها في الشارع الساعة من بالليل يعني كمان وصل الست صاحبة البيت الملك اه وبيقسي عليك قاعدت له عمري ما هعمل كده اخصى على مرباكم الولية وطبطبت علي ونزل جابيت لأك كمزك مت إمتى وزميت من 2014 كانوا عاملين ايه بابو معيش؟ ما كانش عاملين حاجة اه وجيه ابني يعني كانوا كويسين ما كانش بيسألوا عن ابو صراحة ربنا كماش بيسألوا عن ابو اه قاعد مشلول عنده جابتها بشلل 14 سنة وانا بقات اخبز وعمل خلطة وعمل صابون واتمرمطة اتمرمطة في الدنيا بحالي اه ولما صلى على النبي اه روحتي لما صلى على النبي هو قال لي صاحبة الملك تترضك قيت له لأ أنا مش هعمل كده لأ وانت ديوقتي عايق عادة في البيت الإجاردة اه بس بات ما يصلحش ياما أخذ ما بعرفش أنا فين هاد ما بعرفش مني اللي بجدران كده الواحدة بقى طيب انت بقى دلوقتي ايه 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 جالك حكم بالتمكين اه ايه اللي حصل بعد التمكين اه المحمد مش رضي يرد علي ليه والله ما عرف يعني بجد ميت من 2014 وابني ميت الكبير اه بقى له 42 سنة والتاني اللي كانت حصلت مرصة مطروح اللي هو كبتعة القطر ما يبقى له 18 سنة اللي هو تعبضه في البيت ابني ولدون الشرعي ربني بتاع جوازي طيب